قبل ما نبديو هذا الفيديو مهم لكل جزائر يحاب يشري سيارة حتى يلو كان ما يهمكش موضوع السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات اللي مش راي تنزه على الأقل تكون عندك فكرة عامة على أسعار السيارات المستعملة اللي يجيبوها من الخارج بعد بحث طويل في مواقع بيع السيارات المستعملة في فرنسا القينة لافير تلافير كليو سانك سنة 2022 ماشية 134 ألف كيلومتر فيها محرك 1 لتر من نوع تي سي او يعمل بالبنزين يولد قوة 91 حصان مرتبط بناقل حركة يدوي مواصفات السيارة من الداخل تأتي بمكيف أوتوماتيكي ومرايا كاروبائية ومثبت السرعة مع شاشة وسطية تعمل باللمس تدعم نظام الأندرويد أو طول أبل كاربلاي من الخارج تأتي بجونوت وأضواء لاد السعر التاحة هو 8700 يورو تي تي سي نقص منها 20% التيفية ليصبح سعر التاحة 7000 يورو ودركنا حسب الرسوم الجمركية سيارة اليوم تمشي بالبنزين ومحرك التاحة أقل من 1.8 دي تر يعني عندنا ما بين 20 إلى 25% حقوق الجمركة غادي نحسب على أعلى تقدير بهنسكت هادوك الفئة القليلة من المتنمرين إذن 25% من سعر السيارة اللي هو 7000 يورو تعطينا 1700 ونخلصوها ما يعادلوها بالدينار الجزائري في البنك يعني السعر النهائي للسيارة هو 7000 يورو نشروها من سكوار بيزوج ملاين و 200 يورو تعطينا 154 مليون زائد 25 مليون تاك جمالك تسقام لكليو 5 بي 179 مليون سنتيم ترجمة نانسي قنقر